حققت مملكة البحرين المرتبة الأولى عربياً والثانية على مستوى دول الشرق الأوسط من حيث الدول الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك وفقاً لمؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال في إنجاز دولي جديد يؤكد مكانة مملكة البحرين وسمعتها المرموقة بين دول العالم وللعام الثاني على التوالي تبوأت البحرين المرتبة الأولى عربياً والثانية على مستوى دول الشرق الأوسط من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك وفق مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وأوضح سعادة الشيخ سلمان بن عيسى الخليفة نائب محافظ مصرف البحرين المركزي رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن البحرين أحرزت أربع نقاط ونصف وفق التقرير الذي يعتبر المؤشر الوحيد المستقل الذي تصدره منظمة غير ربحية وتصنف الدول وفقاً لمخاطر غسل الأموال مضيفاً أن البحرين جاءت في المرتبة الثانية بعد دولة إسرائيل بين دول الشرق الأوسط في مجال مكافحة غسل الأموال وثمن نائب محافظ مصرف البحرين المركزي الدعم والمساندة من قبل معالي وزير الداخلية رئيس لجنة مكافحة التطرف والإرهاب وتمويله وغسل الأموال لدور مملكة البحرين وجهودها الوطنية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه مشيداً بنعكاس هذا الدعم والرعاية على تعزيز موقع مملكة البحرين على الخريطة الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جهتها أشارت سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية نائب رئيس لجنة وضع سياسات حضر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى أن إدارة التحريات المالية وفي إطار عملها ضمن منظومة وزارة الداخلية تسعى إلى تعزيز دور مملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للرؤية الوطنية في هذا الشأن ويعد مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال تصنيفاً سنوياً مستقلاً يعمل على تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم حيث يصدر معهد بازل التقارير السنوية منذ العام 2012 وهو يطرح درجات المخاطر بناء على بيانات يستقيها من 17 مصدراً متاحاً للجمهور ومنها مجموعة العمل المالي فاتف ومنظمة الشفافية الدولية والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي جدير بالذكر أن درجات المخاطر تغطي خمسة مجالات منها جهودة أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والفساد والشفافية والمعايير المالية والمساءلة والمخاطر القانونية والسياسية ترجمة نانسي قنقر